أصلاحنا قاعدين جوه المكتب مكتب ده مش بتاعنا يعني ده مكتبنا مكتب البرنامج كلنا لا هو مكتب القناة يعني بشكل أو بآخر كلنا تلاقينا قاعدين كده في مكتب ظريف لطيف مش واسع لكنه هو جميل بالصحبة اللي جوا فقاعدين أنا وخالد فاروق زمنا العزيز وعوض قاعدين وقاعدين بتكلم فبقول لهم يا جماعة تعارفين جزء من تصوراتي لبرنامجنا التأسعة ده يبقى عمل إزاي أو إلي إزاي قاعدين القاعدة اللي احنا بنعودها دي بشكل يومي ما بين الجد والهزار الجد والهزار يعني تلاقونا بنتكلم في السياسة وفي الاقتصاد وبنتكلم في مصروف البيت وبنتكلم في مشاكل العيال وبنتكلم في الموقف الطريفة اللي حصلت النهاردة وفي ذكرياتنا من 30 ومن 40 سنة ما احنا كلنا عدينا الاربعين بحبة حلوين يعني أنا وخالد مثلا على مشاري في الخمسين المهم يعني فقاعدين من القاعدة قلت له انت خيلوا لو القاعدة دي فعوض قاعدة يتحق قال طبعا انت عايز ساعة هننقل الكاميرات على هنا قلت له لأ ما ننقل احنا كلنا بنفس قاعدتنا دي جوا الستوديو فوإذا مثلا مستضفين مثلا هنفترض أستاذ طريق الشناوي نتكلم على السينما طب ما احنا بنفس قاعدتنا يعني أنا وعوض وخالد وعبد الله وخالد الليسي وشعرف قاعدين بنتكلم وروز وما إلى ذلك ونتكلم على السينما ومين مراحش سينما من زمان وإيه اللي عجبنا في أفلام العيد وإيه اللي ما عجبناش وشفت الفيلم ده حلو وأستاذ طرق إيه صححنا في كذا نفس القصة في الاقتصاد حياتنا اليومية حتى في حضور الضيف مشاكلنا ومنقشاتنا كويس فالكلام خدنا على إيه على المصانع بتاعت زمان مصانع العصير ومصانع اللي كانت بتنتج العصير والصلصة والخضار وبتنتج كل الحاجات الطازة الطازة الحاجات دي كانت كلها موجودة في القليوبية في بانها لو تفتكروا مقدرشوا بقى أقول أسامي المصانع دلوقتي علشان ما نبقاش يعني بنقول أسماء وماركات وما إلى ذلك بس كلنا عارفينها على القل الجيل بتاع السبعينات والثمانينات يتذكر العلبة الحديد إياها اللي كنت تجيبها زمان كده بتقعد تفتحها بالفتحة اللي بتقعد تلف كده دير ميدور لحد ما تتفتح وبعدين نروح حطنها في الكوباية علشان أكيد الست الوالدة تقولك ما تشربهاش من العلبة على طول لحسن بعدين هتعور بقك حاجات كده يعني أنا مش سؤالي هو فين المصانع دي ولا سؤالي هو فين المركات دي أنا سؤالي وبرضه مش متعلق بهذه النستالجية أنا حتى كنت بقولهم ده أنا فاكر كان خالي عبد الوهاب ربنا أديله الصحة بيشتغل في المصنع ده بعد ما تخرج من الكلية وكلام من ده بعدين سافر وبعدين رجع واشتغل في مصنع بقى من المصانع الاستثمارية الجديدة اللي فتحت بتاعت مشروبات غزية شهيرة جدا أقدم مركة موجودة في العالم مهم يا فعوض رح قيل إيه بقى قالك بس أنا عرفت مقدمة يوسف فخالد فاروق رد قال له لا ليه يعني قال له عيب قل له ربا خدمة صح يا عون خيبت لك كلمة أبدا حصل السؤال هنا مش النستالجية يا جماعة ولا السؤال هنا هي أين تلك المصانع والأسئلة اللي هي إيه بيعمل يعني اللي بيسألها بيحس كده بنفسه كناشط لأ سيبت من القصة دي خالص أنا سؤالي إحنا في العالم زي ما كنا بنتكلم مبارح عندنا أزمة اقتصادية كبرى طيب تصور المتواضع دايما للخروج من هذه الأزمة كويس وبما فيها حتى الأزمة اللي قبلها زي أزمة كورونا وطبعا نحن هنا عندنا هذا التراكم بتاع الأزمات يعني الحل دايما هو الانتاج والتصدير انتاج والتصدير يعني لازم هنزرع فحتى تشوف النهار دا فخامة الرئيس هو بيوجه بتوسيع الرقعة الزراعية في تشكة على سبيل المثال الرئيس النهار دا بيتكلم على تطوير منطقة شق التعبان وإحنا عارفين هناك فيه مصانع رخام وما إلى ذلك شكل من أشكال التصنيع أو البروساسنج إجراء عمليات على المادة الخامة روخام يعني طيب يبقى احنا محتاجين يبقى فيه عندنا تصنيع بحجم أكبر بكفاءة وجودة أعلى وبالتالي نقدر ننافس في السوق العالمي ندخل عملات صعبة أكتر هنقدر نخلق فرص عمل أوسع وبالتالي بنقلل من معدلات البطالة بنقلل من التضخم بوفر عملة صعبة إلخ 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 فأنا بقعد أفكر إيه اللي بيعطل القطاع الخاص خد بالك الناس كتير في القطاع الخاص تقول مش كل حاجة الدولة تعملها عايزين دور القطاع الخاص فرئيس الجمهورية في أكتر من مرة قال يا جماعة قطاع الخاص يتفضل الفرص موجودة على أكتر من قطاع وأكتر من صناعة وأكتر من رفض اقتصادي اتفضلوا اتفضلوا تلاقي قطاع الخاص بيعمل إيه ودي بالمناسبة جزء من مقاسي هذا الوطن هذا البلد جمهورية مصر العربية العظيمة اللي أنا في رأيي أنها منكوبة ببعض ببعض من رجال الأعمال البؤ والله العظيم مش بقولك كل رجال أعمال يقدم رجل ويأخر رجل ويقدم الرجل ويأخر الرجل تعايزين ايه شوية تقوله سيبه القطاع الخاص يشتغل نقوه يجي رئيس الدولة يقولك يلا خش يا قطاع خاص فنقف عاملين كده أو نساهم أو نعمل نفسنا بنتشمس أو بنشم الهوى إيه اللي مانع بنية أساسية موجود كهربا موجود طرق موجود تيجي تقولي أصل الأزمة الاقتصادية ما هو أنت اللي في إيدك تحل الأزمة الاقتصادية عامل أنت أنت عزيزي المستثمر حضرتك رجل الأعمال الفرق ضخم واسع البون شاسع ما بين كلمة رجل أعمال ورجل أموال رجل الأموال عاوز يحصد فتلاقيه بيعمل إيه؟ يستورد أخره يبني كومباوند حلو؟ طيب رجل الأعمال صناعي فيعمل إيه؟ يبني يشغل الناس يصدر يصدر عقار يصدر منتج يصدر خدمة يصدر الللي ده كده اسمه رجل أعمال طيب السؤال بقى هم فين؟ وإيه لمعطلهم؟ أراضي استثمار صناعي موجود طرق ومحاول رئيسية مغطية أغلب الجمهورية اللي لم يكن كلها موجود فقد من الطاقة للعمل الصناعي موجود طيب أنت ما بتعملش كده ليه؟ ما بتعملش ليه مصانع عصير وصلصات وخضروات وتصدر سؤال وبتكلم بجد مش الظهر ما بتعملش ليه مصانع ملابس رياضية وأكيد أكيد فيه من المصممين المصريين كسر وتعمل مركة ملابس رياضية والأحزائي الرياضية والبلاش كل ده يعني المسألة هتحتاج منك أنا وهنا بده بوريك الفروق ما بين بره وهنا أو رجل الأعمال الصناعي اللي بره واللي هنا اللي بره مستعد يحط فلوس وبعدين يكسب عندنا عاوز يكسب قبل ما يحط الفلوس ما تفهمش إزاي هنا هيجي يقولك أعمل مصنع لملابس رياضية وأحزائي الرياضية وخليها عندها جودة وكفاءة للمنافسة فأنا هقام نفس المركات دي إزاي ده معناها أبحث علمية علشان تبقى الحاجات دي مريحة وتبقى سليمة هاي لسه هنصرف الفلوس دي يا عم هاتلك أي تشرتين واطبعهم ونزلهم وخلاص ده اللي بيحصل أو ما تيجي نستوردها من بره أو ناخد التوكيل الفلاني تعالي ناخد التوكيل هو للدرجات دي أنت مش عاوز تشتغل مستسهل القصة توكيل وكم حل وبيع وكيس وكسب أو كيس وبيع وكسب إزاي طيب ما تعمل مصنع جميل محترم لأقل أحزائي الجلدية ومصر بتصدر جلود أصلا طيب ما نصنعها بقى وأنا بصدرها ليه مصنع ده مثلا طيب كم رجل أعمال وصناعي خد قرار أنه يطلع مثلا على ما نجي بالملح وملحات سيوى والوحات علشان يصدر ملح الأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والكندا علشان بيستخدموه في الخلطات بتاعة الرصف عشان الطرق ما تتجمدش كم واحد وعارف لو أنت طلعت الملح ده وعملت له تعبئة وتغليف وعملت له تسويق ظريف وبيعت أجزاء منه أو كميات منه بتبقى بقى الجملة وكميات أخرى بتبعها بشكل قطايا عشان فلان الفلاني بيرشها عنده في المامشة بتاع الجنينة علشان ما يحصلش جليد وهو داخل بالعربية الجراج وده موجود على البلاتفومز يعني بتاعة التسويق ما عرفش دي بضاعة بتتبعك كده كده ما عملتهاش ليه ودخلته عملة صعبة للبلد انت هنا هتنقذ اقتصاد بلدك أو هتساهم فيه انقاذه انت عشان بتدخل عملة صعبة بتصدر ما بتستوردش انت هنا بتشغل ناس انت هنا بترفع من القيمة المضافة بتاعة الحاجات اللي موجودة عندك انت هنا بتشتغل على خفض معدل البطالة خفض معدل التضخم مش بس في قصة الملح اللي في سيه وده في خمس تلاف حاجة بلاش انا عندي كام مصنع يعمل لي زيت زاتون في مصر مش نزرع الزاتون وبعدين نعصره نزرع الزاتون ونعصره ونعبيه في ازايز حلوة جميلة واجيها كده من بتاعة التصدير كام وبصدر قد ايه ده على سبيل المثال للحصر طيب ناخد حاجات تانية حاضر اعشاب ونباتات عطرية وطبية ودوائية بنعمل فيها ايه بنصدرها اغلبها خام يعني بنزرع ونكيس ونصدر سلام عليكم عملت البروشاسنج اجريت عليها عمليات عشان خاطر تبقى متواجدة ومطروحة في الاسواق بتاعت بلدبر لا ليه عمرك ما هتلاقي اجابة غير بس يلا نستسهل نستسهل اللي هو عشان كده بتلاقي فيه ناس هم دول اللي قاعدين بيشدوا شعرهم ويملقوا الدنيا صراخا على ايه على قصر سحر الدولار بقى غالي واليورو غالي عشان انت عايز تستورد انت عايز تستورد عاوز بكسب كده انت مش عاوز تبزي الجهد مش وجه دماغك فتة يغمى مين فعش ما هو يا كده يا الدول تيجي الدول يجي يقولك لا مش عايز انا عايز اشتغل انا واحنا هنوع بقى دواخين يا لامونة اعتبرها همسة في الازن عزيزي المستثمر رجل الاعمال ان اردت ان تكون رجل اعمال بجد واصناعي بجد ويطلق عليك رأس مالية وطنية بجد هتشتغل بالطريقة دي مش عاوز بانت هتفضل مستورد موش حد هيعملك حاجة يعني بس اتمنى ان محدش يشتري منك حاجة بمنطقة البساطة يعني لانك بتضريني كل ما معدلات الاستراد بتزيد كل ما بتضريني انا انا المواطن تي مواطن قاعد في البيت بيغني ظلمون بسببك بسببك مش بسبب حد تاني خالص